الحقيقة هنتكلم عن خبر فيه لاعب في الان بي ايه معروف جدا بيلعب فيه طبعا فرقة دينفر اللاعب ده اسمه نيكولا يوكوفيتش نيكولا ده صورته هو صغير او اللاعب ده هو صغير في سن صغير اللاعب ده كان عنده وزن زيادة الحقيقة كان صورة لي يعني يمكن معنا صورة هنقرض على حضراتكم دلوقتي كان وزنه زائد جدا دلوقتي اصبح من اهم اللاعبين يمكن ده صورته هو طفل صغير الصورة طبعا زي انتوا شايفين نظر عليه اظهر السمنة مش الوزن الزياد بس ده السمنة كمان ودلوقتي سبحان الله بعد مرور يمكن عشرين او اتنين وعشرين سنة اصبح من اهم لعيب الان بي ايه او اهم لعيب العالم طبعا نيكولا نجح مع فرقته دينفر ان هو يطيح بكليبرز ده طبعا صورته هو كبير وهو لعب طبعا نجم كبير امبارح اطاحه اطاحه بكليبرز كان احد المرشحين الحصول على دور الان بي ايه الغريب ان دينفر كان متأخر تلاتة واحد وكان كليبرز سابق المجموعة انتهت اربعة تلاتة كسبوا تلات مباريات على التوالي واستطاعوا انهم يتأهلوا عشان يقابلوا طبعا مين يقابلوا الليكرز في نهاية المنطقة بتاعتهم خلينا اقول لحضراتكم احنا الخبر ده او السورتين دول يعلمونا ان لعبنا وناشئنا لازم جدا يهتموا نفسهم ويبقى عندهم تحدي وارادة مش معنى ان انا وانا صغير يبقى وزني زيادة يبقى خلاص ما نفعش العب رياضة او حس ان انا عندي وزن زيادة يبقى خلاص انا مش رياضي لا لازم يكون في عزيمة عند اللاعب وعزيمة عند والد اللاعب وامه كمان ليه لان الحقيقة اللاعب يعني هو بهو صغير مش عارف مصلحته بيبقى الاسرة هي اللي بتوجهه فممكن الاب او الام يقوله ويقوله لا ده ابننا تخين او ابننا وزنه زيادة لا لا مش هلعب رياضة احنا جابل لكم مسأل حي الاراضة بتقدر تغير كل شيء لا اب انا بقولك لو شفت وانا كمدرب هو بالسن ده وبالصورة دي هقول له ده ما نفعش العب بسكت وبقى من اهم واحد ابرز لعب الارتكاس في العالم كله الحقيقة ده كان خبر وكان يهمنا برضو يكون معنا طيب نروح لاخبار